حادث غرق جديد للزورق يقل مهاجرين قبالة صفاقسة تونسية خفر السواحل تمكن من إنقاذ عدد منهم لكن معظم من كانوا على مثل الزورق لا يزالون في عداد المفقودين العشرات لقوا حتفهم خلال الأسابيع قليلة الماضية في حوادث غرق متكررة في مياه البحر المتوسط حيث أصبحت البلاد نقطة انطلاق رئيسية للفارين من الفقر والصراعات على أمل العثور على حياة أفضل في أوروبا جزيرة لنبيدوز الإيطالية هي مقصد المهاجرين غير النظاميين وهي تبتعد مسافة أقل من 150 كيلو مترا عن تونس فبحسب وزارة الداخلية الإيطالية فقد وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ مطلع العام مقابل 5300 فقط في الفترة نفسها من العام الماضي وفي ظل المتاعب الاقتصادية التي تعاني منها تونس تخشى إيطاليا من موجة هجرة غير مسبوقة ربما لا يدرك الجميع المخاطر التي نواجهها بشأن الوضع في تونس والحاجة إلى دعم الاستقرار في بلد يعاني من مشاكل مالية خطيرة إذا لم نعالج هذه المشاكل بالطريقة الصحيحة فإننا نخاطر بانطلاقي موجة من الهجرة لم يسبق لها مثيل تطالب تونس بتمويل ومعدات لتحسين إجراءات حماية الحدود وملاحقة نشاط الهجرة غير النظامية وتشير البيانات الرسمية إلى أن محاولات الهجرة عبر البحر تضاعفت خمس مرات مقارنة ببيانات الأشهر الثلاثة الأولى من العام السابق وللمزيد من التعليق والنقاش تنضم لينا مباشرة من تونس نادية شواشية المحامية ورئيسة منظمة مدونون بلا قيود وعضو الرابطة التونسية لدفاعي عن حقوق الإنسان أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ نادية أولا ما التفسير لزيادة معدلات الهجرة وحوادث الغرق قلال الأسابيع الأخيرة الأكيد أن تونس من الثيبت أنه منذ مدة هي منطقة عبور للمهجرين من إفريقيا جنوب الصحراء هذه وضعية ثيبتة ولكني أيضا حتى التونسيين فهم موجهة كبيرة من الهجرة الغير شرعية الأكيد أن الوضع الاقتصادي في تونس والوضع الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي لبلدين إفريقيا جنوب الصحراء هو وضع صعيب وهو الأمر الذي استدعى بالكثير لأنهم يبحثون على حلم النجاح والحصول على العمل والحصول على العيش الكريم وراء البحر ورفضفها الثانية للمتوسط الوضع الاقتصادي في تونس له تأثيره على المتساكنين في تونس فإنه موجهة الهجرة الغير شرعية ما هي فقط تهم الأفريقيا من جنوب الصحراء وإنما تهم التونسيين كذلك لكني بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء هو تواجدهم في تونس هو تواجد مؤقت قصد العبور وتحصيل الأموال قصد العبور للذفة ثيرية من المتوسط ويمكن أن يكون للموجة الأخيرة والتي تم على أساسها تسجيل عدد كبير من محاولات اجتياز الحدود والأعداد التي غفيرة وحتى أنه يقال أن أعداد الأشخاص قد تضاعف لأكثر من خمسة مرات هذا الحديث عن تضاعف أرقام هؤلاء يأخذنا إلى المراحل التي تمر بها عمليات الهجرة غير النظمية سواء من دخول المهاجرين أو تواصلهم مع المهربين أو عبورهم عبر هذه القوارب ما مدى تقصير وما مدى فعالية إجراءات السلطات التونسية في التعامل مع ذلك الأكيد أن الهجرة وشبكات المساعدة على الهجرة هي شبكات اتجار بالبشر هي شبكات منظمة لها رؤساء ولها أذرع في الظفتين من المتوسط هذا الأمر ثابت كما في جهات أخرى في قارات أخرى كما في القارة الأمريكية لكننا نحكيه على شمال إفريقيا شمال إفريقيا الثابت أنه في الجهتين وفي الظفتين فما شبكات تنشطوا في مساعدة هؤلاء الأشخاص على عبور الحدود كما ثبت الشبكات واللي ثبتت في سربيا مثلا في اجتياز الحدود واللي هي من جنسيات مختلفة كذلك بالنسبة لتونس وغيرها الأكيد أنه فما شبكات تعيش واختبطات كاملة بأذرع في الجهتين سواء في جهة تونس وشمال إفريقيا وكذلك في الظفة الثانية لأنه الشخص الذي سيعبر الحدود سيحاولوا أحيانا أنه يكون عنده من يتلقاه ومن يتقبله التونس عندها أحكام جزائية رادعة وفي المحاكم قاعدين يشاهدوا في كل الجلسات خصوصا في المناطق التي تشرفها على البحر كما سفيقز كما كذلك منطقة نيبل باعتبار أنه قليبيا كذلك إحدى الأماكن اللي يتم منها العبور لإجتياز الحدود نلقاوا عديد الملفات كل أسبوع والمحاكم التونسية تتعاملوا بحزم قصد منع هؤلاء الأشخاص من عبور الحدود والحاله أنه الأصل في المعاهدات الدولية الأصله أنه فما حرية عبور والأصله أن الإنسان يتنقلوا دون قيود مطلقا على الأصل أنه التعامل يكون تعامل أكثر إنسانيا والتعامل مع الموضوع يكون عبر الطرفين من خلال مساعدة خصوصا بلدان جنوب السحراء بيش يستقروا في أماكنهم فالأشخاص هذوما بلدانهم يتم استنزاف الثروات الموجودة فيها للضفة الثانية من المتوسط كأنما هؤلاء يتولون التنقل للحصول على جزء مما كانت قد ذفرت به هذه الدول التعاطي العنيف لأنه ذكر أكثر من مرة أنه تكون فيما حادثت لتغريق السفن وهو أمر قد ذكر في عديد مرات أنه عديد السفن يقالوا أنه تم تعرضت للتغريق وهي وضعيات لا إنسانية وتتعارض والمعاهدات الدولية نادية شوشية محمية وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان شكرا جزيلا لك